الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى أليه عشاء نجم الجمهير في كل مكان أهلا بكم مؤتمر عالمي عقدار كابتل محمود الخطيب مع مجموعة شركات العرجاني لإظهار الشراكة الاستراتيجية بين شركات النادي الأهلي المتنوعة وحتى مؤسسة الأهلي الخدمات الاجتماعية مع مؤسسات العرجاني اللي هما سبق لهم تنفيذ مشروع جراش النادي الأهلي ودلوقتي داخلين في بعض المشروعات والشراكات الاستراتيجية مع النادي الأهلي نهاردة المؤتمر يعجبني فيه حاجة مهمة جدا لازم أقف معاكم فيها لأن ده مؤتمر مش طبيعي ولأول مرة كابتل محمود الخطيب يوجه رسائل سياسية مباشرة لدعم الدولة المصرية فيما تمر به ودعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاردة كابتل خطيب لأول مرة بتكلم ربما لإحساسه بخطورة المرحلة التي نمر بها بإحساسه بصعوبة الظروف التي تمر بها الدولة المصرية وبيحصل ده وسط اتهامات يومية اتهامات يومية من فريق هزاز الرؤوس وقائدهم في السب والتطاول على رمز وطني عظيم هو كابتل محمود الخطيب نهاردة كابتل محمود الخطيب اول حاجة شرح حكاية صور النادي الاهلي فرع مية ناص وان فخامة الرئيس كان في جولة صباحية مبكرة ومعه فخامة رئيس الديوان او سعادة رئيس الديوان وسألوا على موضوع الصور وسألوا على موضوع مش عارف ايه وكلام من ده وتم انهاء الترخيص فورا بما فيها صور النادي الاهلي في فرع الجزيرة وكان فيه ترخيص متأخرة احيانا الناس في الحي بيبقوا روتينيين جدا 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 وبيروق راتيين ويحتاجوا الى تعليمات وتوجيهات واكد الكابتل محمود الخطيب على شكر وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية على ما يقدمه من دعم للنادي الاهلي ومن مساندة لكل المؤسسات والهيئات الرياضية ودعا له بالتوفيق في قيادة ماص حاجة تانية ان فكرة ان يبقى في التواصل المباشر بين كابتل محمود الخطيب ورئاسة الجمهورية ينفي بما لا يدع مجال الشك كل الكلام العبيط والهطل والهبل اللي بيتقال من فريق هزاز الرؤوس كل الكلام الهبل اللي بيتردد على مدار شهور طويلة من الاساءة لرمز وطني عظيم هو كابتل محمود الخطيب كل الكلام اللي بيتقال ده هارب كل الكلام العبيط اللي بيتقال ده مالوش اي اساس من الصحة هي محاولة لنزع رداء الوطنية عن نجم كبير واسطورة عظيمة محبوبة من جماهير الكرة بمختلف انتماءاتها لمجرد الغيرة مجرد ان انا اتمسح في اسم كبير واسم عظيم واسم محترم واحاول الاساءة ليه نهارده الرسائل اللي اتقالت ديت من الكابتل محمود الخطيب رسائل عظيمة جدا قال احنا بس لا نصدرنا تجاه وطننا ومصلحت البلد قبل اي شيء والتحالف الاستراتيجي ده بين شركات الاهل والعرجانو جروب يعني ده يعني في اطار انها شركة وطنية ومجموعة وطنية عظيمة وقال ان تعليمات الرئيس انها تكافت الترخيص فيما يخص مدينة نصر ومشروح باب السباحة في المعلمين وحواديد كتيرة جدا في هذا الامر وقال ان رئيس الجمهورية لما بيشوف اي مؤسسة محتاجة مساندة لا يتأخر وبيدي اوامر بالتسهيل وقال ان ان هو يعني بيسنده ويدعمه في تفكيره في مشاكل البلد وازمتها والظروف التي نمر بها وقال انه يبزل اقصى جهد عشان البلد والوقوف مع البلد والمساندة والتكاتف واكد انه يدعم مصلحة البلد وقال ان مصر يتعدي بكل التحديات التي نمر بها رسائل الكابتل محمود الخطيب السياسية في هذا الامر انا واقف عندها عشان حاجة مهمة عشان اولئك الجهلة والاغبياء الذين يزعمون ان الخطيب اخوانك انا واقف عندها لازم اقولك ده لازم اقولك الرجل طالع على الملأ وعلى الهوى وفي حضور الدنيا بحالها ماشي والسوش الميديا كلها بتنقل بيأكد على ده بيأكد على ده فدي رسائل عظيمة وتحالف نتمنى ان يكون موفقا باذن الله تعالى في مصلحة النادي الاهلي وشركات العرجاني كان اللي بقى المهندس براهم العرجاني ده قال لي بكرة تلاقي مرتضى بيعتزر قلت له قال لي بكرة تلاقي مرتضى بيعتزر بكرة يقيت مرتضى بيعتزر ماشي فااااا ايه بقى الحكاية انا ما عرفش لكن من الواضح انه رجل وطني ومن اهالي سيناء المحترمين العظام اللي كل الناس بتحترمهم وبتقدرهم ويكفي لما يحصل شراكة على هذا المستوى بين شركات النادي الاهلي ومجموعة العرجاني جروب تعرف ان فيها دعم كبير جدا 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 للنادي الاهلي واستفادة ايضا كبيرة جدا للشركة اللي هتحط على الاميس اسمها في كأس العالم للاندية باذن الله تعالى وهتنصق سفر رحلات الجمهور الجمهور اللي عايز يسافر هيتم التنصيق في هذا الام طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين احنا على قناة ابو المعاطة زاك النهاردة يرضى عنكم ربنا ونجمل جمهور رجعت الحمد لله وبنشكر كل الناس اللي دعمتنا وصندتنا في هذا